اشتركوا في القناة الصف الرابع الابتدائي الترم التاني ودي النماذج اللي نزلتها الوزارة هم خمس نماذج ان شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورقة نكتب فيه ومنذاكر منهم ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلتلكو يا اصحابي هم خمس نماذج ادائية النموذج الاول هو عبارة عن تاسك نمبر وان اللي هي بيسألك عن ايه هي الرايتس وايه هي الرايتس الخاصة بالمستخدم على الانترنت او انلاين احنا طبعا خدناهم قبل كده واحنا بنشرح فلازم تكون عارف ايه هي الرايتس او الحقوق بتاعتك وايه هي الرايتس او المسئوليات اللي عليك وانت انلاين اول حاجة الرايتس اول حاجة انتاليك حاجة انت تكون محمي من الاختراق الملفات بتاعتك تاني حاجة بيقولك انتاليك الحاجة انت تتواصل مع الاخرين تارت حاجة تاني حاجة انت تستخدم الانترنت في اي وقت وفي اي مكان ورابع حاجة بيقولك انت تشارك الملفات والمعلومات بتاعتك على الانترنت مع المصادر الموسوقة اللي هي المصادر الموسوقة فيها اما المسئوليات اللي عليك يجب عليك ان لا تشارك المحتوى الخاص بالاخرين من غير الموافقة بتاعتهم الكنسنت بتاعهم يجب تأكد من المصادر بتاعت المعلومات اللي انت بتستخدمها على الانترنت يجب عليك ان تشارك المحتوى الخاص بالاخرين لازم يكون عندك بوزيتف واثيكال بهيفيور بوزيتف يعني ايجابي واثيكال يعني اخلاقي بوزيتف يعني سلوك لازم يكون سلوكك ايجابي واخلاقي في استخدامك للانترنت ورابع حاجة بيقولك لا تختاركش ابدا اي محتوى محمي بغرض ان انت تشاركه مع الاخرين او ان انت تبيعه طبعا الحقوق والمسئوليات اللي عليك وانت بتستخدم الانترنت هي دي الملخص بتاعها لازم تكون عارفها كويس لقوة دي تاسك من التاسك اللي ممكن تجيلكو في الامتحان بتاع المهام الاذائية الخاصة بالاي سيتي تعالوا نروح للتاسك نمبر 2 بيقولك طبعا في تاسك نمبر 2 كل تاسك من التاسك دي بيديك لستيرانت نيم لازم تكتب اسمك والبديتوف تاسك وتاريخ الامتحان ولازم تكون عارف ان الامتحان بيكون من 35 درجة وهو بيكون عبارة عن حسطين في مدة الامتحان يعني ديك مدة كافية ان انت تقدر تحل التاسك بتاعتك بمنتهى السهولة تاسك نمبر 2 هنا بيقول لنا classification of the tools of communication into synchronize or asynchronize ان انت تعمل classification يعني ان انت تصنف الادوات بتاعت الاتصال على الانترنت لسنكرونيز synchronize اللي هو المتزامن اللي احنا اخدناه في الشرح بتاعنا or asynchronize او اتصال غير متزامن مدينا مجموعة من الحاجات هنصنف الاتصال بتاعتها هو متزامن synchronize ولا غير متزامن asynchronize زي ما اخدنا قبل كده فهنا بيقول لنا في التاسك description او في وصف المهمة classify the tool of communication صنف اداة التواصل into synchronize or asynchronize clarifying which one do you prefer ووضح كمان ايه واحدة انت بتفضلها and why وليه فمدينا اول حاجة هنا chat rooms chat rooms طبعا desynchronize synchronize يعني متزامن لان انت لازم تكون موجود online والاطراف اللي انت بتكلمهم في ال chat room يكونوا موجودين كمان هما online فهذه synchronize طب e-mail e-mail asynchronize زي ما عرفنا قبل كده لان الايميل انت ممكن تبعته لأي حد هو ما يكونش online وانت تكون online وهو يقرأه اول ما يبقى online تالت حاجة instant messaging او الـ i-m او الرسائل الفورية دي طبعا synchronize رابع حاجة video chat video chat ده synchronize برضو لان انت لازم تكون موجود online والشخص اللي انت بتكلمه فيديو كمان لازم يكون online علشان تكلمه وتشوفه ويشوفك في نفس الوقت انا بفضل video chat او محادثات الفيديو to communicate علشان اعمل تواصل with my friends مع اصدقائي فانا كتبت هنا video chat to communicate with my friends طبعا task number 3 او المهمة رقم 3 بيقول لنا هنا design a model for execution on excel صمم نموذج لعمليات حسابية على البرنامج بتاع الاكسل واحنا اخذناه في الشرح بتاعنا فانا بيقول لنا في task description او في وصف المهمة dear student عزيز الطالب your teacher asked you المدرس بتاعك سألك وطلب منك to create ان انت تعمل a table get well on excel على برنامج الاكسل that includes the following data المعلومات التالية three names from your friends 3 اثناء من اثناء اصدقائك their favorite subjects المواد الدراسية المفضلة بالنسبة لهم their favorite hobbies وكمان الهويات المفضلة بالنسبة لهم you can use the following form انت ممكن تستخدم النموذج التالي الصورة التالية of excel الخاصة بال excel to write inside it ان انت تكتب جواها فمديك صورة هنا فارغة او فاضية يعني انت هتكتب جواها الحاجات دي فانا كتبت مثلاً ثلاثة من اصحابي احمد وعلي وسلمة وال favorite subjects او المواد المفضلة بالنسبة لهم احمد الاي سي تي وعلي الارابيك وسلمة الانجلش اما favorite hobbies او الهويات المفضلة بالنسبة لهم كتبت الريدنج والميوزيك والارت طبعاً دي تاستخدم نمبر 3 تعالوا نروح لتاسك نمبر 4 تاسك نمبر 4 بيقول لنا هناك classification of reliable and unreliable sources تصنيف المصادر التي يعتمد عليها والتي لا يعتمد عليها في الانترنت فانا التاسك description بيقول لنا dear student عزيز الطالب in front of you في قدامك يعني is a set of websites مجموعة من الويب سايت مجموعة من مواقع الانترنت reliable and unreliable يعتمد عليها وغير يعتمد عليها mark true مع العلامة صح in front of the reliable site قدام الموقع اللي انت ممكن تعتمد عليه and false وعلامة خطأ mark علامة خطأ يعني in front of unreliable sites قدام المواقع التي لا يعتمد عليها فمدينا هنا الفيسبوك الفيسبوك طبعا عليه ناس بتكتب كلام صح وعليه ناس كمان بتكتب كلام غلط فده يعتبر unreliable source لان فيه كمان معلومات مخاطئة منشورة على الفيسبوك زي فيما فيه معلومات صحيحة بس احنا ما نقدرش نعتمد عليه فانا ما لعليه علامة X مدينا موقع الايجيبشن نوليج بنك او بنك المعرفة المصري طبعا ده reliable source او مصدر موصوق فيه فانا ما لعليه علامة صح مدينا هنا كمان موقع من مواقع المصر الرقمية وده موقع موصوق فيه فانا ما لعليه علامة true او صح صورة تاني صورة تانية لبنك المعلومات المصري نعلم من العليه علامة صح وهنا موقع تويتر طبعا ده موقع زي الفيسبوك بالضبط فانا ما لعليه علامة خطأ لان فيه معلومات موصوقة فيها معلومات خير موصوقة ونروح للتاسك نومبر 5 او النموذج الادائي رقم 5 وهنا بيقول لنا بوستر ديزاين او تصميم ملصق تاسك ديسكريبشن وصف المهمة دير ستودنت عزيز الطالب The government makes many important projects الحكومة بتعمل موشوعات مهمة كتيرة including the gracious life initiating او مبادرة حياة كريمة draw a poster ارسم ملصق some phrases or drawings بعض الجمل او الرسومات to encourage علشان تشجع your colleagues to participate علشان يشاركوا in the initiative leaking into account في المبادرة دي margins طبعا لازم يكون فيه هوامش font and size وحجم الخط ونوعه colors والالوان size of the image طبعا حجم الصورة if you want to draw a picture لو انت حابب ترسم صورة inside في المكان ده inside the painting او في داخل الصورة فانا طبعا انا رسمت البوستر ده انت ممكن ترسم اي صورة تانية واستخدمت تلات الوان مختلفة علشان اعمله وكتبت جمبه gracias life initiative او مبادرة حياة كريمة زي ما احنا شايفين قدامنا انت ممكن ترسم اي صورة وممكن تكتب جمبها الجملة الجميلة دي وبحيث ان انت تشجع زميلك على ان هم يشتركوا في المبادرة الجميلة دي لانها فعلا مبادرة جميلة جدا وبكده نكون حلينا الخمس مهام ادائية اللي نزلتهم الوزارة مش هيخرج عنهم الامتحان ان شاء الله اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته